السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد سنتعرف معنا في هذا الفيديو على مواصفة وسعر آيفون 15 برو رسميا بعد الإعلان عليها أصدقائي قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى العجب بالنقر على زر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابعة لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول بداية مع الشيشة الآيفون 15 برو يأتينا مع الشيشة من النوع LTPO Super Retina XDR OLED مع رفرش ري تردد 120 هرتز الشيشة تأتينا مع سطوع ألواني يصل إلى 2000 ينتز بحجم 6.1 إنش مع نسبة استحواذ 88.2% محمية بالسيراميك شيلد جلاس بدون شك تدعم خاصية الـ Always On Display وتأتينا مع الـ Dynamic Island الهتف يأتينا مع ريتنج IP68 لمقاومة الغبار والميه مما يجعله يغوز في عمق 6 أمتر لمدة 30 دقيقة دون أن يجرى له أي شيء ظهر الجهاز أصدقائي يأتينا مصنوع من التايتينيوم والفريم مصنوع من التايتينيوم يعني مادة تستحمل كدمات كبيرة جداً أفضل مادة تجدها على أي هاتف وأخف وزن تأتينا من بقية الأجهزة وعلى مستوى الكاميرات نجد ثلاث كاميرات خلفية كالعادة 48 ميجابيكسل للكاميرا الأسسية وهو سنسور جديد يأتينا مع سنسور أكبر من العام الفارد الكاميرا الثانية كاميرا تليفوتو تعطينا ثلاث مرات زوم طبيعية بالنسبة للآيفون 15 برو وخمس مرات زوم طبيعية للآيفون 15 برو ماكس بالنسبة للكاميرا الثالثة أصدقائي فهي كاميرا ألترا وايد لتصوير الزوية الواسعة تأتينا بدقة 12 ميجابيكسل الهاتف يصور بدقة أيضاً 4K بالنسبة لتصوير الفيديوهات مع 24, 25, 30, 60 فريم في الثانية ونجد سنسور التايموفلايت 3D وهو سنسور الليدار أما فيما يخص كاميرا السلفي فالهاتف هنا يأتينا مع كاميرا أمامي بدقة 12 ميجابيكسل وبالنسبة إلى تجربة الأداء نجد هنا أفضل معالج لهذه السنة وهو الـ A17 Pro هذا المعالج أصدقائي يأتينا بـ 3 نانومتر معالج سيعطينا أفضل تجربة أداء على الإطلاق كما يأتينا الهاتف مع واجهة iOS 17 بالنسبة أصدقائي إلى البطارية هنا لا تجد أرقام مع شركة أبل يعني لا تعطيك أرقام البطارية لكن تقول بأنها بطارية ممتزة جداً حسنة في تجربة الأداء كثيراً على مستوى البطارية بالنسبة أصدقائي إلى سرعة الشاحن أيضاً لم تذكر الشركة في المؤتمر لكن قالت أن من 0 إلى 50% الهاتف سيشحن في 30 دقيقة وهو رقم جيد جداً بالنسبة للشاحن السلكي فيدعم 15 وات مع الماكسيف ويدعم 7.5 وات ويتوفر الآيفون 15 برو أصدقائي مع مدخل شحن من نوع USB Type-C يأتينا مع خاصية Face ID يأتينا مع سماعات خارجية ذات جودة عالية ستيريو سبيكرز ولا يدعم مدخل الثلاثة ونص ملي للهاتفون جاك كما يتوفر الهاتف بأربعة نسخ بداية من 128 جيجا مساحة داخلية ووصولاً إلى 1 تيرابايت مساحة داخلية والسعر الذي ينزل به هو 999 دولار أبل لم ترفع في سعر الآيفون 15 برو لكن رفعت في سعر الآيفون 15 برو ماكس مع نسخة 128 جيجا الهاتف يبدأ سعره من 999 دولار اكتبوا لنا أرأكم في التعليقات حول مواصفة وسعر آيفون 15 برو إن كان يستحق أشيرة أو لي إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختم هذا الفيديو أشكركم على المتابعة أتمنى أنكم استفدتم من الفيديو أعجبكم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليسلكم كل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء وشكراً